موسيقى انها السبعة ونصف مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت اهلا بكم الى المسائية نبدأ بالعنوين معلينة دغان مساء الخير هذه العنوين غياب المتهمين الهاربين فان غيابهم سوف يشكل قارينة على تورطهم في جريمة الاغتيال جلسة لغرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية على مسافة اسبوع من بدء محكمة عياش واخرين في جريمة اغتيال الرئيس الحرير الحر يطارد مسلحي داعش في الرقة وحمص والمانية توافق على تدمير كيماوي سوريا على اراضيها استمرار المواجهات في الرمادي وعشرات القتل في تفجير انتحاري في بغداد مساء الخير الاجوبة عن الاسئلة الخمسة التي يطرحها تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من اذار لم تبصر النور حتى اللحظة وان كانت هي محور الحركة وتحرك الموفدين بين ثلاثية بعبدة وعين التيني وبيت الوسط وسط كلام لمصادر متابعة بان هذه التحركات تتسم بجدية كبيرة ومن شأنها ان تؤدي الى فتح نافذة كبيرة في جدار ازمة تشكيل الحكومة الجديدة والاسئلة التي كشف عنها النائب نهاد المشنوق وتتركز على شكل الحكومة والثلث المعطل والبيان الوزري والمداورة في الحقائب وحق الفيتو للرئيسين ميشيل سليمان والتمام سلام على اي اسم تطرحه عليهما القوى السياسية من شأن الاجابة عنها ان ترسم مسار الوضع السياسي الداخلي ومصير تورط حزب الله في الحرب السورية وفي معلومات المصادر المتبعة نفسها فان تشكيل الحكومة في هذه المرحلة من شأنه ان يخفف التوتر في البلد وان يخفف ايضا الضرر اللاحق بكل القوى السياسية كما يؤمن للمواطن شبكة امان خصوصا وان الهاجز الامني لا يزال يلاحقه بعد التفجيرات الاخيرة والشائعات اليومية والتي كان اخرها الاشتباه بسيارة كانت متوقفة قرب مسجد جمال عبد الناصر في كورنيش المزرعة تبين بعد الكشف عليها انها خالية من اية متفجرات علما بان صوت تفجير صغير سمع في المكان نتج عن استخدام الخبير العسكري صائقا لفتح صندوق السيارة وفي طرابلس تبين ان لا صحة للمعلومات التي ترددت عن دخول سيارة مفخخة الى منطقة جبل محسن واوضحت الوكالة الوطنية للاعلان ان الصحيحة هو ان سيارة سرقت من محلة القبة في المدينة وقام صاحبها بابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية التي تقوم بدورها بالبحث عن السيارة المسروقة البداية من الاستعدادات لانطلاق جلسات محكمة تعياش واخرين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه الاسبوع المقبل في لهاي ففي اطار الحرص على حسن سير العدالة عقدت جلسة لغرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث تمت مناقشة المزيد من التفاصيل التقنية التي تسبق بداية المحاكمات تمهيدا لانطلاق المحاكمات وتأكيدا على ضرورة سيرها وفقا للمعايير الدولية عقدت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة تمهيدية في لايشندان برئاسة القاضي ديفيد راي الجلسة التي تنعقت قبل ايام من بدء المحاكمات نقشت امورا تقنية من شأنها توضيح بعض المسائل المتعلقة بسير المحاكمات وبالشهود وقد تحدث كل من الادعاء والدفاع ومكتب المتضررين عن التصريحات التمهيدية التي ينون تقديمها مع انطلاق المحاكمات والاوقات التي تستلزمها وقد اكد القاضي راي في هذا الاطار ان المحكمة ترغب باعطاء الوقت الكافي الافريقاء لادلائهم بالتصريحات التمهيدية قبل استطلاع الادلة وقد اشار مكتب الادعاء الى انه بعد الانتهاء من التصريحات التمهيدية سيباشر الادعاء باستعراض السير الذاتية للمتضررين الذين فقدوا حياتهم في تفجير الرابع عشر من شباط وبعد ذلك استجواب الشهود وعددهم ثمانية في المرحلة الاولى سبعة منهم سيحضرون الى ليشندام وشاهد الثامن سيدل بشاهدته عبر تقنية الفيديو كونفرنس وقد اشار ممثل الادعاء الى ان هذه الفترة من الادلة تحتاج الى الاسبوعين الاولين بدءا من العشرين من كانون الثاني وسيؤكد مكتب الادعاء يوم الاثنين المقبل ترتيب شهود الادعاء من ناحيته وخلال النقاشات حبر الدفاع من بروتوكولات التي تحدد المتاح للدفاع في موضوع استجواب الشهود وفي مسالة المتهم الخامس في الجريمة حسن حبيب مرعي طلب الدفاع ضم قضيته الى قضية عياش واخرين وبالتالي تمكين فريق الدفاع عنه من حضور الجلسات وقد ابلغ رئيس رفة الدرجة الاولى الدفاع بان هناك امكانية لضم هذه القضية الى القضية الاساس لافتا الى ان جلسة تمهيدية ستعقد في هذا الاطار الثلاثاء المقبل القاضي راي اشار ايضا وبعد نقاش مع الدفاع حول قضية مرعي الى ان غرفة الدرجة الاولى ليس لديها طلب برفع جلسات المحاكمة وقال نحن في هذا الاطار نعتبر باننا سنبدأ بالاجراءات الاسبوع المقبل لفت وزير العدل السابق ابراهيم نجار الى اهمية بدء المحاكمات في قضية القيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشدد في حديث لبرنامج كلم بيروت على اهمية التوصل الى الحقيقة حتى وان طالت جلسات المحاكمة انا اولا المحاكمة بالنسبة لالي هي تشمل بالطبع اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ورفاقه محاولة اغتيال صديقنا الوزير مروان حمادي نعم والاغتيالات الاخرى ولكن بصورة عامة بقول لك ما مفروض تكون هي محاكمة فقط لأحد المغتالين او الشهداء نحن عم ننظر للموضوع ككل كل الشهداء مفروض انه يكون يكونوا موضع يعني شفافي ونعرف شو صار نوصل للحقيقة بشرط انه الحقيقة تكون ساطعة تفرض نفسها تكون لا تقبل التأويل لا تقوم على شهادة زور مثلا لا تقوم على كلام فارغ مفروض لحتى تكون المحاكمة موثوقة انه كل شي يكون ظاهر للعيان كيف ستكون مجريات جلسات المحاكمة وماذا عن الشهود وأهالي الضحايا تقرير ربيع شنطف السادس عشر من كانون الثاني الفين واربع عشر يوم تاريخي بالنسبة للبنان وفق وصف كثيرين لأن قطار محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه سوف ينطلق هذه الجلسة الأولى سوف يكون هناك فيها تلاوة للكرار الاتهامي وسوف يقدم المتضررون مطالبهم وسوف يتم بعد ذلك الاستماع إلى محامي الدفاع وبالنسبة لغياب المتهمين الهاربين فأن غيابهم سوف يشكل قارينة على تورطهم في جريمة الاغتيال وقد تؤسس هذه المحكمة بناء على ذلك أحكاما سوف تصدر بأسرع من الفترة التي استغرقها قيام المحكمة والطقيقات هل ممكن لوكلاء الدفاع أن يماطلوا إصدار الأحكام؟ من واجب وكلاء الدفاع أن يقوموا بواجبهم ولكن أعتقد أن المماطلة التي يعتمدوها أو التي سوف يعتمدونها سوف تكون موضع مراقبة من المحكمة التي تهدف إلى إصدار القرار بأسرع وقت ممكن أحكا للحق المحاكمات ستكون متواصلة فيما سيتقدم الإدعاء بخمسمائة شاهد المتضررين يكونون معروفون لأنهم هم متضررين والكل يعرفهم أهالي الضحايا ووكلائهم أما الشهود فمنهم من يكون سريا حسب نظام المحكمة ومنهم من يخضع لبرنامج حماية الشهود ومنهم من يكون علنيا ويكون معروفا حسب الشهادات التي سوف يدونها بها المعروف أن عمل المحاكم الدولية يستغرق وقتا طويلا لكن المعروف أيضا أن هذه المحاكم تصل في النهاية إلى العدالة كما جرى في قضايا عدة ولعل محاسبة المجرمين من قبل المحكمة الخاصة بلبنان يشكل بابا لوضع حد للاغتيالات السياسية في بعبدة عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع النائب ميشيل المر التطورات السياسية والحكومية الراهنة وقد أكد النائب المر بعد اللقاء على وجوب تشكيل حكومة إنقاذ جامعة نظرا للخطر الأمني وللشلل الاقتصادي والسياسي الذي بات يتحكم بالبلاد داعيا الجميع إلى تحمل المسئولية والتجاوب مع الرئيس سليمان بأسرع وقت ممكن كما بحث سليمان مع النائب روبير غانم الأوضاع الراهنة اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماع لها برئاسة النائب محمد رعد أن حكومة الأمر الواقع هي فاقدة للشرعية الميثاقية ومناقضة للدستور واتفاق الطائف محذرة من تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي تعرب الكتلة عن حرصها على تسهيل المساعي الوطنية الجادة لتشكيل حكومة سياسية جامعة تحظى بتوافق الأفريقاء ذلك أن حكومة الأمر الواقع أيًا كانت التسميات التي تطلق عليها هي حكومة فاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية والوطنية ومناقضة للدستور واتفاق الطائف وتشدد الكتلة على ضرورة التنبه لمخاطر الانزلاق إلى مغامرة غير مسؤولة تعقد الأزمة وتعطي الإنجاز الاستحقاق الرئاسي أكد البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي أن البلد في أمس الحاجة لعيش جمال الأخوة للوصول إلى السلام لأن الأخوة وحدها تطفئ الحرب الراعي وفي كلمة ألقاها أمام وفد من وصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية قال إن من السهل الهدم ولكن من الصعب البناء وعلينا العمل لبناء شعب قضية وتفكير تعالوا نبني شعب عنده تفكير غير شكل تفكير بناء تفكير سلام تفكير أخوة تعالوا نهي نطلع من الردات ورد الفعل وردة الرجعة نطلع من الربح الفيش نطلع على أبعد من هك تعالوا نربح الإنسان تعالوا نربح قضية وقدام هالضياء العميشوا في لبنان ومش عالتهم ربنا وين حطتنا أنا بعتقد بنا نركز نحمي هذا اللبنان على المدى الطويل عرض رئيس الحكومة المكلف تمام سلام التطورات مع السفيرين الإيطالي والمصري الذين أكدا دعمهما تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن التطورات في المنطقة وموضوع تشكيل الحكومة عرضها الرئيس المكلف تمام سلام مع عدد من زواره السفير المصري في لبنان أكد دعم بلاده لتشكيل الحكومة معتبرا أن أمامها تحديات كبيرة في الفترة المقبلة والطيب تلوك الدعم من المواقف والجهود اللي بيبدولها مع فخمة رئيس ميشيل سليمان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة في أسعى وقت اللي كي تعيد لبنان الاستقار المطلوب والحكومة التي يسعى الدولة الوعيس لتشكيلها بالتأكيد أمامها تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة أكدنا له أننا بما نستطيع من جهد سنبزله فيما يتعلق بتسهيل تشكيل هذه الحكومة وأن تبصي النور في أسعى وقت ممكن سلام عرض مع سفير إيطاليا في لبنان جيوسيبي مورابيتو مشاركة إيطاليا في قوات اليونيفل إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية بين لبنان وإيطاليا نأمل أن تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق على تشكيل حكومة فاعلة تخدم المصلحة اللبنانية وأكد السفير الإيطالي أن بلاده تعمل في إطار مجموعة الدعم الدولية للبنان وهي مصممة على متابعة جهود دعم الجيش اللبناني في اجتماع روما المقبل لمجموعة الدعم هذه وفي السرعي الحكومي عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتي مع وزير الإعلام وليد الدعوق الأوضاع السياسية في البلاد وموضوع تشكيل الحكومة بشكل خاص وضعني دولته بالأجواء التفاقلية حول تأليف الحكومة لأن بالنتيجة لا يوجد مجال إلا هيك وإن شاء الله تتألف بأسرع وقت ممكن كذلك بحثنا بهواجس اللبنانيين اللي عم نعيشها كل يوم نتيجة هالجو المتشنج اللي موجود يعني على صعيد الحياة اليومية وإن شاء الله هلأ بتأليف الحكومة بترتاح كافة هالأجواء كشف النائم العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود أنه تسلم مساء اليوم تقرير لجنة الأطباء التي كلفها بدرس الملف الطبي العائد لماجد الماجد وجاء التقرير مطابقا للتقرير الأول الذي يوضح أسباب الوفاة وأكد حمود للمستقبل أن التقرير الجديد مسهب ومفصل ويشرح الحالة الصحية التي يعانيها الماجد وأن وفاته جاءت نتيجة توقف وظائف الكلة واشتراكات أدت إلى توقف عمل القلب ووفاته بالتالي ووضح حمود أنه سيبت غدا بطلب تسليم جثة الماجد لنقها إلى المملكة العربية السعودية في شأن قضائي آخر لم يمثل النائب السابق على عيد أمام قادي التحقيق العسكري الأول لرياض أبو غيدة في الجلسة التي كانت مقرارة اليوم لاستجوابه في الدعاء نيابة العامة العسكرية ضده بجرم تدخل في تفجيري المسجدين في طرابلس وإخفاء أشخاص متورطين في التفجيرين وتهريبهم إلى سوريا وقد قدمت وكيلة عيد معذرة طبية عن عدم حضوره بينما أحال القادي أبو غيدة المذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القادي سقر سقر لإبداء الرأي على أن يتخذ في ضوء ذلك القرار بقبول هذه المذكرة أو رفضها أمنيا أقدم مجهولون في طرابلس على إطلاق النار على شاحنتين تحملان لوحات سورية عند مستديرة أبو علي فأصيبت الفتاة نعمة عباس عن طريق الخطأ ونقلت إلى المستشفى الإسلامي وحضرت على الفور وحدات من الجيش وبدأت بملاحقة مطلقين نار ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القادي سقر سقر على خمسة موقفين سوريين بجرم الانتماء إلى جبهة النصرة وإلى تنظيم إرهابي مسلح بقصد القيام بأعمال إرهابية ونيل من سلطة الدولة سندا إلى مواد تنص عقوبتها على الإعدام وقد أحال سقر الموقفين إلى قادي التحقيق العسكري الأول وتتابعون في النشر بعض الفاصل إيران تتوعد بتطوير نتائج جنيف اثنين إذا انعقد من دونها المصريون ولليوم الثاني واصلوا التصويت على الدستور في الخارج المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها جلسة لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية على مسافة أسبوع من بدء محكمة عياش وآخرين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد قتلة الوفاء للمقاومة حكومة الأمر الواقع فاقدة للميثاقية ومناقضة للدستور والنائب السابق على عيد يتغيب عن استجوابه أمام القضاء بجرم التدخل في تفجيري المسجدين في طرابلس في الشأن السوري تواصل كتائب الأسد منذ الصباح الباكر قصف الأحياء السكنية في دارية بعنف وبمعدل دقيقة كل أو بمعدل قذيفة كل دقيقتين ولا يزال القصف مستمرا إلى الآن كما قامت الطائرات الحربية بإلقاء البراميل المتفجرة على المدينة ويسجل قصف عنيف براجمات الصواريخ وقذائف الهاون يستهدف مدينة الشيخ مسكين في درعة في المقابل توسعت رقعة المعارك بين عناصر الجيش الحر وتنظيم داعش على أكثر من جبهة وتحاصل قوات الحر معقلة تنظيم الرئيسي في بلدة الدانة فيما وصلت الاشتباكات إلى ريف حمص الشمالي أساليب النظام السوري لم تتغير عبوات وسيارات مفخخة في مناطق معارض أموالية لا فرق لأن الهدف واحد وهو إرهاب السوريين من حرب التهمت الأخضر واليابس إذ قتل العشرات بينهم أطفال ونساء في انفجار سيارة مفخخة في بلدة الكافات الواقعة في ريف حمص وكأنه لا تكفي داري الواقعة في ريف دمشق الحصار لتأتي طائرات النظام السوري وتكثف عليها القصف فتقتل العشرات إلى ذلك قصفت كتائب الأسد شارع الثلاثين بمخيم اليرموك جنوب دمشق بثلاث صواريخ أرض أرض بالتزامن مع اشتباكات بين الثوار والشبهة في حيي جوبر والعسالي وعلى مقلب آخر يواصل الثوار ملاحقة مقاتلين تنظيم داعش على أكثر من جبهة وتحاصر معقل التنظيم الرئيسي في بلدة الدانة فيما توسعت رقعة الاشتباكات بين الجيش الحر وداعش إلى ريف حمص الشمالي وتحديدا في منطقة السعن بقرية عز الدين وتوحدت منطقية داعش مع نظام بشار الأسد إذ تعرضت مدينة الباب وقرية كفر في ريف حلب إلى قصف بعشرات القذائف من الجانبين بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على المناطق المحررة فيما دارت مواجهات بين الثوار وعصابات الأسد في محيط الجامع الأمووي وبالتزامن مع الوضع الميداني عبأت المعارضة أنصارا للمشاركة في التظاهرات الأسبوعية والتي تحمل شعارا هذه الجمعة عصابة بشار عدونا الأول في المواقف ألمانيا تعلن موافقتها على تدمير بقايا الأسلحة الكيموية السورية على أراضيها بناء على طلب من منظمة الأسلحة الكيموية فيما وصلت إيران التهديد معتبرة أن أي قرار يتخذ حول سوريا بدون مشاركتها سيكون ناقصا وبلا نتائج بعد الولايات المتحدة الأمريكية هاهية ألمانيا تعلن عن استعدادها لتدمير ما تبقى من المخزون الكيميائي السوري على أراضيها بناء على طلب من منظمة الأسلحة الكيموية وزارتها الدفاع والخارجية وفي بيان مشترك أكدتها قرار الحكومة الفيدرالية حول رغباتها وقدراتها على إزالة بقايا الكيميائي السوري وفي مقابل المنفذ الذي فتحته برلين تواصل المعارضة السورية بحضور 150 ممثلا عن مختلف الكتل في أسبانيا مشاوراتها بشأن توحيد الرؤى من مبدأ المشاركة في جناف 2 المرتقب أو مقاطعته على خط موازن مشاورات إيرانية روسية جرت في الاتصال الهاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وحسن روحاني وكان محورها الملف السوري ومؤتمر تسويته ومن طهران التي تبحث عن مكان لها في جناف 2 تخرج تصريحات يتخللها التهديد والوعيد بفشل التسوية السياسية إن لم تكن حاضرة فيها كما يعتبر الرئيس منظمة الباسيج العميد محمد رضا نقضي ويذهب مسؤول طهران العسكريون إلى أن الانتصار صار حليف النظام السوري حيث لا إمكان بعد الآن لتقديم التنازلات في المفاوضات مع المعارضة كما قال مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة مسعود جزائري الذي حذر من أن التفجيرات التي تقع في سوريا ستنتقل إلى البلدان الأخرى على ضفة أخرى اعتبر وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو أنه بعد تنامي قوة المعارضة في شمال سوريا ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مؤكدا أن هناك شراكة بين داعش والنظام السوري خلف الكواليس استمرت الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في مدينة الرمادي يأتي ذلك فيما سقط عشرات القتل والجرحة في هجوم انتحاري استهدف مركزا للتجنيد وسط العاصمة العراقية بغداد واتيرة الهجمات التي تستهدف مقرات للقوات الحكومية خارج محافظة الأنبار غربي العراق تصاعدت مع مقتل متطوعين في الجيش بتفجير انتحاري بالتزامن مع استمرار المواجهات في الفلوجة والرمادي فغدات هجوم دام شنه مسلحون مجهولون على مقر أمني في منطقة العظيم شمال العاصمة فجرى مهاجم يرتدي سترى ناسفة نفسه أمام مركز للتطوع في وسط بغداد مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ويأتي هذا التصعيد في وقت استمرت الاشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في مدينة الرمادي في حين تشهد شوارع الفلوجة هدوءا حذرا بعدما عاد إلى شوارعها عناصر شرطة المرور رغم استمرار المسلحين المناهضين للحكومة في السيطرة عليها وفي سياق آخر رجح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي تجهيز العراق بطائرات أباتشي لمحاربة مسلحي تنظيم القاعدة في غدون ذلك دانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما قالت أنها انتهاكات ارتكبتها الأطراف المتصارعة كافة في الأنبار غربي العراق منتقدة على وجه الخصوص القوات الحكومية لقصفها بشكل عشوائي أحياء الفلوجة وصل المصريون في الخارج ولليوم الثاني على التوالي التوافد على مقار بعثات مصر الديبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عملية الاقتراع بالخارج وفي كافة السفارات صارت بشكل جيد ولم تسجل أي تعقبات أمام عملية التصويت يأتي ذلك فيما نجحت أجهزة الأمن في ضبط خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال عنف لإرهاب المواطنين ومنعهم من المشاركة في الاستفتاء في النشرة بعض الفاصل أبشع امرأة في العالم تتحول إلى منهمة للسعادة والأمل وفي الرياضة وفي ليلة عودة ميسي برشلون يسحق خطافي ويضع قدما في ربع نهائي كأس إسبانيا أبشع امرأة في العالم تتغلب على نفسها وتتحول إلى ملهمة ومحاضرة في الحياة والسعادة والأمل والتقرير لسلمان العنداري إنها ليزي فيلاسكيز تبلغ من العمر 24 عاما إلا أن إصابتها من بين ثلاثة أشخاص من العالم بمرض نادر حرمها من زيادة الوزن وأصابها بالشيخوخة المبكرة ما جعلها أبشع امرأة في العالم انزعجت ليزي عندما عثرت وهي طالبة على فيديو على موقع يوتيوب تظهر فيه من يصفها بكونها أبشع امرأة في العالم إلا أن الدعم الذي تلقته من عائلتها غير من غضبها وجعلها مصدرا للقوة ومحط أعجاب العالم أجمع لم تفقد الأمل فتحولت إلى مصدر إلهام لعشرات الألاف وهي اليوم تلقي المحاضرات وتجول في مختلف الجامعات لتشرح للناس كيفية السعادة والمصلحة مع الذات سلاحها في الحياة هو نبذ السلبية وتعريف نفسها وفقا لشروطها هي لا شروط الآخر قصة ليزي المحزنة جعلتها تتفوق على نفسها وعلى مجتمعها وها هي اليوم تحصد مئات ألاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها أطلقت موقعا إلكترونيا تعرض فيه تجربتها حياتي كانت صعبة ولكن لا بأس سأترك الأهداف التي أحققها ونجحات هي التي تعرفني وليس مظهر الخارجي مقولة لليزي ربما يتوجب على فتيات هذا الزمن أن يدركن معانيها أنست الذهب تحوم قرب 1230 دولارا والمحللون يتوقعون أن تتراجع الأسعار أيضا في الأشهر الستة المقبلة في ظل الأوضاع الراهنة تقرير باسر الخطيب تراجع ملحوظ شهدته أسعار الذهب في العام 2013 فالأنصة بدأت العام على 1680 دولار وهبطت إلى 1180 نهاية حزيران في أداء وصفه المحللون بالكارثي خلال العام بالنسبة إلى الملاذي الآمن الأسباب عديدة وأبرزها أثنان سياسة التحفيز النقدة وردة فعل المستثمرين حول العالم على هذه السياسة التي تبعها للبنك الفدرالي الأمريكي التي خفف بأواخر العام 2013 من شراء السندات الأمريكية هذا الشيء يعني أن البنك الفدرالي الأمريكي يرى أن الاقتصاد يشتغل بوطيرة أفضل الاقتصاد يتعافى تدرجيا وبالتالي قلص هذه السياسة النقدية زادت سئة المستثمرين حول العالم بالاقتصاد زادت سئتهم بالأسهم الأمريكية خاصة أكبر دليل على هذا الشيء ارتفاع داود جونز لأرقام تاريخية وأرقام كتير عارية كله هذا يجعل حسب الذهب السبب الآخر يتعلق بالعرض والطلب فالهند أكبر مستورد للذهب في العالم اتخذ تدابير للتخفيف من استيراده بالإضافة إلى اتفاق أمريكا وإيران التي خفف من الضغوط ومن الطلب على الذهب كملاذ آمن في الحروب وبما أن عوامل 2013 لتزال قائمة فالتوقعات بال2014 هبوط الدهب سيستمر عنا مستويات 1180 هو أوطى مستوى وصله للذهب في 2013 ممكن نرجع نشوف الدهب عم يختبر هذا المستوى تحت 1180 نحن شايفين 1130 وإذا كسر 1130 فعنا 1080 من هون لستة شهر أول ستة شهر إذا بدك قول أول فترة من 2014 دهب هيدا السيناريو بدل عم نشتغل على هيدا السيناريو طالما تدهب تحت الـ 1300 إلا أن عاملا أساسيا قد يؤدي إلى ارتفاع غير متوقع في أسعار الذهب من جديد هو نشوب حرب لم تكن في الحسبان في إطار الجولة التي يقوم بها على فعليات مدينة الصيدة زار مفتي صيدة وأقضيتها الشيخ سليم سوسان النائب بهي الحريري في مجدليون وجرى خلال لقاء عرض للمسجدات على الساحة الداخلية وللأوضاع في المدينة ومنطقتها وأكد أهمية التعاون بين الجميع في صيدة ومؤسسة الدولة الأمنية والعسكرية لإبقاء المدينة هادئة ولتجنيبها أي توترات في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة التي يجتازها لبنان وفي ظل المحاولات المتنقلة لإثارة الفتنة بين أبنائه المفتي سوسان زر أيضا قيادة الجماعة الإسلامية وجدد بعد اللقاء تأكيد ضرورة الحفاظ على استقرار المدينة وأمنها وهدوئها أكثر مني حرصا على أمن واستقرار مدينة الصيدة وما تمثله هذه المدينة من قيمة وطنية إيمانية ومن منهج في الاعتدال الديني والعيش المشترك والوفاق ربط كل الفتن المذهبية والطائفية والعمل على ما يخدم مصلحة الناس والأهل في مدينة صيدة زار وفد من عائلة الوزير الشهيد محمد شطح رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في قصر بعبدة شكره على تعزيته بالوزير الشهيد كما زار وفد العائلة الصراعي الكبير والتقى الرئيس نجيب ميقاتي للغاية نفسها في موقع تفجير حارة حريك في الضحية الجنوبية وقفة تضامنية للتجار وأصحاب المؤسسات التجارية رفضا للإرهاب وقد شارك في التحرك اتحاد أصحاب المطاعم والمنتجعات السياحية في بيروت وعدد من التجار وأصحاب المحال التجارية من مناطق مختلفة في الضحية إضافة إلى الاتحاد العمالي العام وبعدها وضع المشاركون أكليلا من الزهر في موقع الانفجار تمكن المواطن غسان محسن من بلدة حاريس في بنت جبيل من قتل تمساح يبلغ طوله أكثر من متر ونصف وذلك بعد أن أطلق النار عليه من بندقية صيد وكانت تمساح يقطاط من مكب النفايات بين بلدتي حاريس وتبنين لينا نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريمة نجار على أن نكون بعدها مع النشر الرياضية مع محمود سمورة نبدأ اليوم مع الأفساحة المحضر للجنة الفيدرالية المفتوحة برئيسة بان برنانكي يلي أقر البدء بتقليص الخطة التحفيزية بقيمة 10 مليار دولار شهريا بدءا من شهر كينون الثاني الحالي قامت اللجنة بتقليص سندات الخزينة بقيمة 5 مليار دولار شهريا لتوصل إلى 40 مليار دولار إلى جانب تقليص السندات المرتبطة بالرهون العيقارية بقيمة 5 مليار دولار أيضا لتوصل إلى 35 مليار دولار أما بالنسبة لأسعار الفيدر الرئيسية فرح يتم تثبيتها دون أي تغيير عن مستوياتها التاريخية المدنية بين 0 و4 بالمئة إذن وبإختصار كل مقرارات بنك المركز الأمريكي بتأكد على تقليص دوره بدعم الاقتصاد بعد ما صار واضح أنه النمو بأمريكا قوي وجد وإلى مصر مع أحد أكبر البنوك الاستثمارية بالشرق الأوسط أوف جي أرنس يلي وفقت على خطة إعادة شراء الأسهم يلي تهدف لإعادة 1 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 148.8 مليون دولار إلى حاملين الأسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2014 هالخطة رح بتتم على مرحلتين المرحلة الأولى من البرنامج بتهدف لإعادة 425 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 61.04 مليون دولار ورح يتم تنفيذها خلال الأسبوع الأربعة المقبلة أما المرحلة الثانية بتوصل إيمتها ل575 مليون جنيه مصري أو ما يعادل 82.59 مليون دولار ليتم تنفيذها بأوائق الربع الثاني أو أوائق الربع الثالث لسنة 2014 وأخيرا مع خبر مهم من لبنان بعد مدن التنافس بين عدد من المصارف الاستثمارية والتجارية إن كانت صغيرة أو متوسطة أصبح بنك عودة الأقرب للفوز باستحواذ موجودات مصري في ستاندرد أنشارترد وبالتفاصيل فقط بلغت وداية ستاندرد أنشارترد 80 مليون دولار وتسليفاته 30 مليون دولار أما أرباحه اليوم قريب للخسارة مع العالم أنه بلغت 2.3 مليون دولار سنة 2010 ولكن انخفضت أرباح المصري في الـ 375 ألف دولار سنة 2011 هذا كنجلش إلى اليوم سوفكم بكرة أخبار الرياضة أهلا بكم قطع برشلونة نصف الطريق نحو التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عندما سحق ضيفه ختافي في ذهاب دور الـ 16 بربعية بيضة فرحة برشلونة كانت مضاعفة مع عودة النجم الأرجنطني ليونال ماسي بعد غياب عن الملاعب استمر لشهرين بداع الإصابة لينجح في تسجيل هدفين في الدقائق الـ 25 التي لعبها في حين أضاف المتألق ساسك فابريغاس الهدفين الآخرين ومن إسبانيا إلى إنجلترا ومسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم حيث وضع مانشستر سيتي قدما في الدور النهائي بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونيتد في ذهاب الدور النصف النهائي بستة أهداف دون رد في مباراة سيطر عليها أصحاب الأرض بشكل كبير سجل للسيتي الإسباني ألفريدو نيجريدو ثلاث مرات والبوسني أدن جيكو مرتين والعجي يايا توري أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد لعب وسطه تشابي ألونزو لموسمين آخرين وفيما اكتفى النادي الملكي في الأعلان عن نبأ تمديد العقد حتى نهاية العام 2016 على موقعه الرسمي في الإنترنت ذكرت صحيفة أس الإسبانية المقربة من النادي الملكي أن راتب ألونزو سيرتفع من أربع إلى ستة ملايين يورو في السنة الواحدة انتزع الإسباني كارلوس ساينث من مواطنه ناني روما صدارة الترتيب العام لمنافسات السيارات في رالي داكار ففي الجولة الرابعة الممتدة من سانخوان إلى شيلسيتو في الأرجنتين تمكن سائق فريق أس أم جي من قطع مسافة خمسمائة وسبعة وعشرين كيلو مترا في خمس ساعات وعشرين دقيقة واثنتين وثلاثين ثانية المركزان الثاني والثالث كان من نصيب كل من الفرنسي ستيفان بيتر هانسل وزميله في فريق ميني القطري ناصر العطية وفي فئة الدراجات النارية فاز بلقب هذه الجولة الإسباني خوان بيدرو غارثيا تلاه في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من الشيلي فرانشيسكو لوبز كونتاردو والإسباني مارك كوما هذا كل شيء في الرياضة شكرا للمتابعتكم وأعود إليك مونير شكرا محمود وفي دياناي بعد النشرة قراءة في المساعي الجارية لتشكيل الحكومة والآن نتذكير بعناوين النشرة غياب المتهمين الهاربين فأن غيابهم سوف يشكل قرينة على تورطهم في جريمة الاغتيال جلسة لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية على مسافة أسبوع من مدء محكمة عياش وآخرين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحر يطارد مسلح داعش في الرقة وحمص وألمانيا توافق على تدمير كيميائي سوريا على أراضيها واستمرار المواجهات في الرمادي وعشرات القتلى في تفجير انتحاري في بغداد إلى هنا تنتهي النشرة شكرا لصائكم نشرة مفصلة للأخبار تمام الحديثة عشرة ونصف بهذه الليلة بتوقيت بيروت فإلى اللقاء اشتركوا في القناة